بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث والثاني الثانوي إن شاء الله نارضا نكلم على استخدام شود وهستخدمها بأكتر من معنى ممكن استخدمها إن أنا أعمل أدفايس أو إن أنا أعبر عن نوم أو ندب طيب نبدأ كده لاتستارت ونشوف تعبيرات كلمة شود كاملة الأول بستخدم شود في البرزنط في حالة المضارع البسيط وشود بتسوي كلمة أوتو وتسوي كلمة هاد بيتا وكل دول بيستخدموه في النصيحة بس فيه فرق ما بين كلمة شود و أوتو وكلمة هاد ايه هاد بيتا أنا باستخدم شود و أوتو يوم باكلم عن نصيحة اي عامة جنرال أدفايس يوم باقولك ايه مثلا قضية عامة لازم تذاكر دروسك طيب إنما باستخدم هاد بيتا شايفينها كده هاد بيتا يما كون بتتكلم على ها نصيحة مرتبطة بحدث معين مرتبطة بحدث ايه معين واحد عمل حدثة واحد كلب عضو أوكي إنه يعني إنه فيه ايه اكسدنت معينة يعني فيه فوكسينج على حدث معين زي دي يو هاد بيتا تيك سم انجيكشن لازم تاخد حقا ليه سوري أو من أو ينبغي إن انت تاخد حقا ليه لأن الكلب ايه الكلب عضك أوكي هنا ما ينفعش أقول له يو هاد بيتا تيك سم انجيكشنز ذا دوب بيتا ليه لأن دا قلنا عبارة عن فوكسينج على حدث معين بيعمل تأكيد على حدث ايه معين ما هو ايه جنرال يبقى دلوقتي لوكات الادبايس جنرال ادبايس ايو يوز شود أو أو تو طيب بتتكلم أو فوكسينج عن ايه اكسدنت يعني بتركز على حدث معينة أستخدم كلمة هاد بيتا اوكي طيب انا ممكن برضو ما استخدمش لشود ولا قولتو ولا هاد بيتا لو جملة بدأت وقال لك ابدأ بإتس اوكي لو قلت إتس اقول ايه إتس ادفايزابل يعني ايه كلمة ادفايزابل ها من المنصوح بيه اوكي ها توسليب ايرل ان انت تنام ايه ان انت تنام باتري طيب ده كله كان اكتوف فورم اكتوف فورم يعني مبني ايه للمعلوم طيب لو جملة بدأت مثلا بالأبجكت ابجكت يعني ايه بالمفعول يعني انا عايز اعمل باسل مبني المجهول هبدأ الاول بالأبجكت اهوة المفعول وبعد كده هقول شود ولا اقول شود بي شود بي وبعد كده الفعل في التصريف الايه التالت نجيب جملة كده يور لسونز ده المفعول شود بي ستادي يعني كان المفروض ايه دروسك يتم ها مذاكرتها ولو حبيت اجيب الفعل اقول باي واجيب بعدها دمير ايه مفعول باي مي باي هم باي زم باي ايه باي يو طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على شود في ايه في صيغة الايه البرزنت ايه سيمبل هنبدأ نتكلم على شود بس في الباس سيمبل بقى في الايه في الماضي اوكي في حالة الماضي هقول ايه شود هاب هستخدم ايه ها شود هاب بلص ده باست ايه برتيسبل وانما استخدم شود وابعدها ها بباس برتيسبل هتعني لي معنايين يا اما بلايم يعني لوم يا اما ايه ندم يا اما بلايم لوم يا اما ريجرائت ريجرائت يعني ايه ندم طيب نجيب جملة كده بتعبر الاور على اللوم يقوله ايه يو لاحظين جملة فين في الباس في الماضي يو لاحظين انه جملة فين في الماضي يو للكي تراجحة في الانتحان يو شود هاب Portugal اول ما اقول يو شود هابجرار اعرف ان انت دلوقتي خرجت من دائرة الادفايس لدائرة الكلام هو بيلومك لانه هو مبقاش ينفع ينصحك لو كان ينصحك يقول لك يبقى عندك الفرصة باستخدم البرزنت فورم انه باستخدم البرزنت فورم اعرف انه هو ما نجحش فيما يقول له اعرف انه هو ما ذاكرش اوكي فهو بيستخدم صيغة الاسبات عشان يعبر عن حدث ما ايه ما حصلش اوكي ما حصلش يبقى باول صيغة باستخدمها يبقى استخدم شود هاف وراه باستخدام باستخدام بعبر بها عن لوم على حدث لم يتم كان المفروض يعمله بس هو ما ايه ما عملوش فخلاص مبقاش تنفع استخدمك ايه كنصيحة طيب او برضو استخدمها عشان اعبر عن ندم اوكي مثلا اي شودنت هاف وستد مي تايم ها الباسة طبعا ايه جاء احس في اخر السنة انه هو ضيع وقت فايقول ايه ما كانش لازم اضيع وقت طبعا دي ما ياش ايه برضو ادفايز دا رجرتز هو بيندم لانه قالك شود هاف قالك شود هاف او شودنت هاف وراه الفعل في الباصل باستخدام اعرف انه دا ندم او لو ما هوش ايه نصيحة طبعا عشان اخلي نصيحة شيل كلمة هاف وحط لي بعد شود ايه الفعل في المصدر ثاني اي شودنت هاف وستد ماي تايم اعرف انه هو وستد هس تايم هو فعلا كان بيضيع وقته اي ووز كيرلس انا ايه انا كنت مهم اللي بقى دا عبارة عن ايه رجرت يعني ايه بيعبر فيه هنا على ها الندم انه هو ما عملش ايه ها ما عملش الحاجة دي او هنا هو كان بيضيع ايه وقته طيب انا عايز باسف فورم من كلمة شود هاف قالك ابدأ بالأبجيكت ابدأ بالمفعول وخط بعدها شود هاف وبعدها بن وبعدها الفعل في التصريف الايه التالت شوف كده بيقوله ايه يور روم غرفتك شود هاف بين كلين هل غرفته حد ينظفها لا امنظفهاش فده يعتبر ايه بلاي من جلوم باسفين في الباسف فورم في الايه في المبني للمجول يبقى المفعول بعدها شود هاف بين وبعدها الفعل في التصريف التالت برضه ممكن استخدم شود بي عشان اعبر على ان كان في اكشن ان بروغرس عشان اتعبر عن ان كان المفروض في حدث بيحصل دلوقتي بس ايه ما بيحصلش حصل حدث تاني مكانه زي ايه مثلا شوف كده بيقوله يور شود بي استودين دلوقتي تكون بت ايه بتذاكر اهو شود و بي واراء الفعل في الانفنيتب مضافله ايه اي 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 جي تاني يبقى كده عرفنا الفرق ما بين هاه شود اي او تو هاد بيتا طبعا احنا اخدناها في الباسف فورم بعد كده اكلمنا على شود هاف وراها ايه الباسف بارتسيبول وانه اتعبر على البليمينج او الريجريت وبعد كده اكلمنا عن الباسف فورم بتاعتها وبعد كده اخدنا استخدام كلمة شود بي والفعل في المصدر مغفله اي ان جي شكرا يا شباب ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديدة في سلسلة جرامر تيبس اتمنى يكون الفيديو عجبكو ان شاء الله كده نحاول ان احنا نعمل سبسكرايب نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لنا ونحاول ان احنا نشارك القناة مع اصحابنا شكرا